حيث يعتزم أعضاء في الجمعية العربية الخاصة بحماية الطبيعة إلى تحويل العاصمة الأردنية عمّا إلى واحة خضراء غنية بالزهور والأشجر وتهدف الجمعية العربية التي تأسست في عام 2003 بقرية البويضة تهدف زراعة أكثر من 6200 شجرة في أطراف 500 منزل متجاوز كما سبقتها حملات أخرى بيئية تمثلت بزراعة ما يقرب الأربعة آلاف شجرة ومن خلال حملات التشجير هذه تهدف الجمعية إلى حماية البيئة من المخاطر والصراعات وامتداد القرى بالمضادات التي تمكنها من مكافحة الجوع والفقر إضافة للحفاظ على جمال الطبيعة ترجمة نانسي قنقر